موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله سنعملوا واحد جوج ديال العصائر واحد بالحامض وواحد سهل التحضير بفلو وبرتقال وان شاء الله ياربين تمنى تشوفوا الفيديو الاخر الصراحة يجي هذا العصير رائع ومنعيش واصلاح لكم في هذا الرمضان او في الصيف الصراحة القوام دياله يعني كيجي خاتر وكيجي زوين وان شاء الله ياربين اتجربوه ويعجبكم ها القوام دياله من بعد ما كيكون وجدك تحصلوا علي على تشكل هادا هذا يعني بالحامض وليحده بالبرتقال وان شاء الله نتمنى تشوفوا الفيديو الاخير باش عارفوا الطريقة والمقادير من بعد ما كيوجدك نحصلوا علي على تشكل هادا كيجي عاقد وكيجي زوين وان شاء الله هاكو تجربوه في هاد رمضان هادا لانه راه موزين العاطاش وينفعكم من لف الصحور ولف الصيف صراحة غزال 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 بزاف وهاكو يعني تقدموه للافراد العائلة ديالكم متمنى تشوفوا الفيديو الاخير باش عارفوا الطريقة والمقادير ما تنسوش تدعموا الله لايك وعفوان وما تنسوش تجيل في القناة باش يوصلكم كل جديد ومرحبا بيكم وها الشكل ديال العصائر ديالنك يجيوا على تشكل هادا هذا بالبرتوقال وفلون واخر بالحامض وان شاء الله هاكو تجربوه ويعجبكم على بركة الله ندمعكم الطريقة والمقادير كنحتاجوا السكر سكر دائما كما كان قول دائما يبقى على حسب الدوق ديالكم كنحتاجوا هنا واحد العلبة ديال فلون بالفانيلا او اي نكهة كنحتاجوا الضالون فانيلا انا ممتوفرش عندي عملت ديال الخوخ نحتاجوا الكأس ديال البرتوقال اه لما متوفرش عندكم البرتوقال يمكن لكم تعملوا البرتوقال اللي كيكون في العلب وكنحتاجوا الحالب وهنا بالنسبة للعاصر الثاني كانحتاجوا الحامض اه عملتها في المجمد واحد ساعد المقانا والسكر وكنحتاجوا الماء هنا عندي الحالب نصف لتر الحالب وكنحتاجوا السكر على حسب الدوق ديالكم ثم تعملوا العلبة ديال الفلون اي نكهة تبغيوه انا عندي الفانيلا ثم تعملوا اي نكهة تبغيوها ثم تخلطوه جيدا السكر وفلون والحليب ثم تطربوه جيدا تعملوا فوق النار مع التحراك حتى تحصلوا على واحد القوام لكي يكون متماسك وكي يوصل درجة ديال الغليان ومعروف الفلوكي كيف يكون ومعروف الفلوكي ومعروف الفلوكي ونضيف لي ضانون الفانيلا بالخوخ ونحتاجوا للعاصر البرتقال بالنسبة للعاصر الثاني هنا عندي حكيت البشر ديال الليمون الحامض وقطعت هاد الليمون الحامضة قطعت هاد مكعابات بعد tung Katale فوب الإناء ونضيف لها السكار لها السهد على السكار و الأضافة كيف ي aforeم مكنام حسsea ثم سمجح جيد ساعر من بعد نصفيهم ونشاء الله نوريكم باقي المراحل صراحة ليك يعشق هاد العصائر ديال سواء الحامض إلا اي عصائر صارحة يجيومون عيشين ونصف لكم هاد خضر مران وحتف الصيفر من بعد مني كانت تحن كنحصل علي على تشكل هادا كناخد واحد صفايا وكان صفي فيها هاد الخالد ديالي حتى غادي نتفاد انه ما يهبطش لي هاداك يعني القوشور او لا اي حاجة ولكن العظم ما تعملوش ما تطحنوش يعني الحامض بالعظم دياله باش ما يعطيكمش المرورة طفي غادي نخلي حتى غادي يتصفى بوتو تقدموا في حال هكا لكم الاختيار انا غادي ناخد شوية من هاداك الفلون لي كان عاقد غادي نضيفو لي هاداكا اضافة انا ضفتها اللي بغيتو بوتو تضيفوها ما بوتوش يعني كاتكتافيو بها في حال هكو انا هنيا ضفت واحد شوية من بعد غادي نطحن هادا المكونات جيدا حتى غادي نساجمو وكد حصلو على واحد القوام اللي كيكون يعني متماسك ومن بعد تخليو حتى غادي يبرد وتقدمو هادا العاصر بصحة والهنا الصراحة كيجي غزل غزل بزاف وهو يعني يصلح لكم فهذا رمضان من بعد غادي نطحن مزيان حتى غادي نحص علي يعني كيكون متجانس من بعد غادي نمر باش نوريكم الطريقة الثانية ديال العاصر ديال الفلوم على البرتقال وضانون وان شاء الله هاكو يعني يعني تقدمو يعني بزاف ديال اشكل ديال عصائر لكم اختيار اختيار انا ها عملت لكم جوج ومرة اخرى ان شاء الله نقدم لكم باقي يعني عصائر اخرى هانتو ما هناك تحصلوا على الالتشكلة دا كتخليو جانيبا وتخليو حتى غادي برد بالنسبة ديال الفلوم ها هو فلوم هنا عندي اعقاد هانتو ما يعني تماسك غادي ناخد هاداك العلبة ديال الضانون اين كان عندي هنا دي الخوخ يمكن لكم الدفض الفانيلا او للي بغيتو من بعد غادي نضيف لي هاداك الكأس ديال العاصر ديال البرتقال انا هاداك الكأس كبير و لجاكم الخالي تضيفوا شوية ديال البرتقال انا هاداك العاصر ديال البرتقال ماشي طبيعيين عندي ديال اللي كيكون في العلب اه صافي ونضفت لي هاد الفلو هادا ومن بعد غادي نطحنو جيدا حتى غادي نساجمو ويمكن لكم تضيفوا السكار اللي لقيتوه يعني يجاكم السوس كتضيفوا شوية السكار سوف تحنوهم جيدا حتى تحصلو عليها يعني كيكون متجانس ومن بعد كتتفرغوه تخليوه حتى غا يبرد وتفرغوه في الكسان تيل تقديم وكيجي عاصر رائع وزوين ومنعيش وان شاء الله تجربوه وتقدموها وهنا من بعد ما موجودك تحصلو عليها لاتشكل هادا اه اه انا جاني عاقد خليتوه بحال هاكوك ومن كلكم يعني لاجاكم بخاتر كتر تضيفو ليه ديدو ليه عاصر ديالبرتقال وهوكا باش تخفوه ولكم الاختيار وان شاء الله يعني تشربوه بصحة ولهنا وتجربو الوصفة وتقدموها لأعز الناس عندكم وهاكو ان شاء الله يعني تقدموها فهذا رمضان ما تنسوش البرتاج مع الاصديقاء ديالكم باش تعمل فائدة وما تنسوش تجير في القناة باش يوصلكم كل جديد وهالقوام ديال العصائر ديالنا كنحصلو عليهم على تشكل هادا هذا بالحامض وهذا بالبرتقال وفلون وان شاء الله يعني تقدموهم وتشربوهم بصحة ولهنا ورامضان مبارك سعيد عليكم بالهنا والرحمة والمغفرة لكم وقع للبنات وليس هل عليكم مصعب وعلى الامة الاسلامية بالخير وان شاء الله التوفيق لكم كاملين ومرحبا بكم شكرا